اشتركوا في القناة اي سي تي الترم التاني هنشرح من اول لسون فور ديجيتال ابليكيشنز ديجيتال ابليكيشنز او تطبيقات رقمية لحد نهاية المحور الرابع ونهاية المنهج الترم التاني وطبعا النهاردة الدرس بتاع النهاردة درس مهم جدا وبعد كده هنبتدي نحل الاسئلة بتاعة المراجعات النهائية على الامتحانات فزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا لسون فور ديجيتال ابليكيشنز او التطبيقات الرقمية الدرس ده بيكلمنا عن التطبيقات او البرامج اللي ممكن تساعدنا في ان احنا نكتب ونلخص المعلومات اللي احنا كنا بنعمل عنها سيرش او بحث بشكل رقمي سهل علينا عملية الكتابة وتلخيص المعلومات دي فبيعرفنا ان طبعا مصادر المعلومات زي ما احنا كلنا عارفين هي المصادر القديمة للمعلومات اللي هي المطبوعات والمقالات والكتب دي كانت موجودة من زمان من قبل كده وطبعا المصادر الجديدة اللي ظهرت مؤخرا بسبب التقدم في تكنولوجيا المعلومات او الانترنت مثلا والانترنت هي فيها مصادر كتيرة جدا لمصادر التعلم ومصادر التعلم طبعا عن بعض ومحركات البحث كل دي مصادر جديدة ظهرت بسبب التقدم في الانترنت او مقالات التكنولوجيا زي ما قلنا فهنا لما بنوصل للمعلومات اللي احنا عايزينها بنبقى عايزين نكتبها بقى بشكل كويس علشان بعد كده نحتفظ بيها أو نبعتها لحد تاني يستخدمها فبالتالي هنستخدم applications أو تطبيقات نكتب بيه المعلومات دي ففيه نوعين من التطبيقات هنتكلم عنهم النهاردة التطبيق بيساعدنا ان احنا نكتب الكلمات والحروف بشكل كويس قوي وهو ده اسمه الword تطبيق الword ده أو معالج الكلمات وتطبيق التاني بيساعدنا في كتابة الارقام والعمليات الحسابية وبيساعدنا ان احنا نعمل جداول حسابية وجداول اللي موجود جواها ارقام أو موعيد أو احصائيات ده اسمه برنامج الexcel البرنامج الاول بيساعدنا ان احنا نكتب الكلمات والحروف والجمل بشكل كويس قوي بنتحكم في حجم الخط في لون الخط في الهوامش اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده في الخاصة بتاعة الصفحة وازاي الخط والكتابة اللي احنا بنستخدمها في البرنامج ده بتطلع الورق بعد كده لما نتبعه او نبعاته لحدة حتى على الانترنت يبقى شكله جميل البرنامج التاني بتاع الexcel بيساعدك ان انت تكتب العمليات الحسابية الجداول الحسابية اي حاجة فيها ارقام بشكل كويس بيساعدك كمان ان انت ممكن تعمل عمليات حسابية تلقائية عن طريق functions او وظائف هو عملها جوه البرنامج لو عايز تجمع حاجات جوه البرنامج بشكل تلقائي هتتجمع لو عايز تعمل ملخصات لعمليات حسابية هيعملها لك بمنتهى السهولة فلسن 4 digital applications او التطبيقات الرقمية اول حاجة بيسألنا وبيقولنا what are the sources that provide the information او ما هي المصادر اللي بتقدم المعلومات فطبعا المصادر اللي بتقدم المعلومات زي ما قلنا اول حاجة print او المتبعات طبعا هي بتبقى books والarticles والnewspapers and encyclopedias and encyclopedias او الموسوعات الموسوعات اللي هي الكتب الكبيرة اللي فيها معلومات كتيرة بياخدوا منها ملخصات ويعملوا منها كتب عادية فدي اسمها encyclopedias encyclopedias او الموسوعات طبعا تاني مصدر من مصادر المعلومات هي الانترنت the internet specialized websites مواقع متخصصة مواقع لها دعوة بمعلومات في مجالات معينة زي مجال الرياضة مجال التكنولوجيا مجال الطب كل الحاجات دي اسمها specialized websites search engines زي جوجل او محركات البحثة زي جوجل e-learning sites اللي هي مواقع التعلم الافتراضي واخر حاجة Egyptian knowledge bank او بنك المعرفة المصري طبعا دي كلها مصادر على الانترنت للمعلومات ثالث حاجة interviews interviews او المقابلات لما نقابل حد عنده معلومات في مجال معين واحنا برضو عندنا معلومات بنتبادل المعلومات مع بعض فدي من مصادر المعلومات فانتربيوز او المقابلات between two or more people بين اتنين او اكتر من الناس who have experience اللي عندهم خبرة ومعرفة of are affected by or who have studied the topic اللي عندهم معرفة او معلومات عن مجال معين او تأثاروا بالمجال ده او ممكن يكونوا درسوا في المجال ده هنا عايزين نعرف المعلومات ممكن يكون موثوقة ويعتمد عليها ولا لا how do we know that the information is reliable زي ما قلنا المرة اللي فاتت reliable يعني يمكن الاعتماد عليها موثوقة من مصادر موثوقة ولا لا how do we evaluate evaluate يعني نقيم this information this information المعلومات دي طبعا احنا المعلومات بنعرف ان هي reliable ونعمل لها evaluation عن طريق ان احنا نشوف هي من مصادر موثوقة فيها ولا لا ازاي بنعرف المصادر دي فبيقول لك اول حاجة لازم تسأل نفسك is the author حل المؤلف a respected person or organization هو شخص محترم ومعروف او مؤسسة معروفة يبقى اول حاجة لازم author او المؤلف يكون respected person or organization يكون شخص معروف او مؤسسة معروفة how current is the information هل يطرى المعلومات دي حديثة ولا معلومات قديمة لازم نعرف حد ايه هي حديثة لان ممكن تكون المعلومات من respected person or organization يعني من شخص معروف او مؤسسة معروفة بس كانت بس قديمة اوي فحصل تقدم وظهرة معلومات يديدة فطبعا بالتالي المعلومات دي مش هتبقى reliable مش رويل ما يعطمتش عليها لانها هتبقى غلط او معلومات نقصة فطبعا لازم تكون المعلومات حديثة طبعا بيقولها كمان does the source state opinions or facts هل يطرى المصدر حط اراء شخصية ولا حط حقائق لان الابينيونز او الاراء الشخصية ما يعتمدش عليها لكن الفاكتس او الحقائق العلمية بيعتمد عليها لان طبعا بيكون تم التأكد منها بشكل كبير is the information presented by a seed or unbiased unbiased وبايسيد يعني متحيز او غير متحيز هل يطرى المعلومات دي اتعرضت بشكل متحيز ولا غير متحيز يعني متحيزين لرأي معين ولا هي معروضة بشكل حيادي ما فيهاش اي تحيز كمان بيقولك is the information mentioned with the source and evidence for that هل يطرى المعلومات دي مكتوبة بالsource او المصدر بتاعها والevidence الدليل والادلة اللي بتثبت صحتها ولا لا هنا هنروح للapplications اللي احنا كلمنا عنها وده اهم الجزء في الدرس how to record the data you searched for ازاي سجل البيانات اللي انت عملت عنها البحث طبعا بيقولك through many programs او عن طريق برامج كتيرة قوي فانا بنتكلم عن الword والإكسل واول حاجة بيقولك الword اللي هو برنامج معالجة الكلمات allows you to present your ideas بيسمحلك ان انت تكتب المعلومات والافكار بتاعتك in a variety of ways بطرق متنوعة to write out what do you want علشان تكتب اللي انت عايز تكتبه you can change the design انت ممكن تغير التصميم add photo انت كمان تضيف سور and link your report to websites وكمان تربط تأريرك ببعض المواقع الالكترونية ببعض المواقع الالكترونية على الانترنت نروح للإكسل او برنامج الجداول الحسابية الإكسل او برنامج الجداول الحسابية allows you بيسمحلك to create spreadsheet ان انت تنشئ spreadsheet صفحة فيها صفوف واعمدة with as many rows and columns بعدد الروز الروز اللي هي الصفوف والكولمز اللي هي الاعمدة as you need اللي انت محتاجها تعمل صفحة فيها جدوى الحساب كبير can add up numbers automatically كمان ممكن تضيف الارقام بشكل automatically excel is wonderful way هو برنامج رائع to collect information to collect your ideas ان انت تجمع فيه المعلومات وتجمع فيه افكارك هو برنامج رائع فعلا بكده نكون انهينا lesson 4 وعرفنا المعلومات الخاصة بمصادر المعلومات او ال information sources وازاي نعرف هي reliable ولا unreliable موصوق فيها يعتمد عليها ولا لا وتكلمنا عن ال applications المختلفة زي ال word برنامج معالجة الكلمات وال excel برنامج الجداول الحسابية نروح للسون 5 مع بعض algorithm 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 او الخوارزميات طبعا algorithm او الخوارزميات يعني ايه خوارزمية خوارزمية يعني ببساطة شديدة هي سلسلة من الخطوات بتشرح كيفية اداء مهمة معينة يعني انا لو قلتلك مثلا لو سمحت انا عايز كباية مية مثلا هتقوم تتحرك من مكانك وتمشي في تجاه المضخ مثلا او المكان اللي فيه المية وبعدين تجيب كباية وتملاها مية وبعدين تقفل الحنفية او الصنبور وبعدين تتحرك تاني في اتجاه المكان اللي انا قاعد فيه وتديني الكباية الخطوات دي بتاعت اداء المهمة دي ان انت تقوم تملك كباية وترجع تاني بكل التفاصيل بتاعتها دي تعتبر خوارزمية يعني في حياتنا اليومية فيه مهمات كتيرة اوي بتتطلب الخوارزمية احنا بنعملها بشكل تلقائي لان احنا عرفناها وعرفنا الخطوات بتاعتها على طول بس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومجال العمليات الحسابية كان الكلام ده مش موجود زمان فعلشان كده الشخص اللي ابتكر طريقة الشخص اللي ابتكر الطريقة دي في حل اي مشاكل رياضية وبعدين اسس علم الخوارزميات الشخص ده تسمى على اسمه العلم ده وهو كان عالم رياضيات عربي اسمه محمد بن موسى الخوارزمي هو اللي قال ان احنا اي مشكلة بتقابلنا او اي مهمة معين عايزين نعملها او اي عملية حسابية كبيرة او صغيار عايزين نحلها ممكن نقسمها لسلسلة من الخطوات بتشرح كيفية اداء المهمة دي او حل المسألة دي فعلشان كده سموا على اسمه العلم وسموه علم Algorithms او الخوارزميات فهنا بيقولك an algorithm الخوارزمية is a series of steps هي سلسلة من الخطوات that explains how to do a task اللي بتوضح how to do a task انت زي تقوم بمهمة معينة every time في كل مرة you type keyword into a search engine بتكتب كلمات مفتحية في مواقع البحث the engine الموقع بتاع البحث ده محرك البحث زي جوجل او غيره uses algorithms بيستخدم الخوارزميات to provide results علشان يطلع لك النتائج algorithms الخوارزميات help it to decide which result will be more relevant to you الخوارزميات دي ساعدت الموقع بتاع البحث ده او محرك البحث ده to decide علشان يقرر which results أي نتائج will be more relevant هتكون أكثر ملأمة للحاجات اللي انت كتبها to you for example على سبيل المثال if you are using a search engine to find directions to a place لو انت بتستخدم موقع البحث أو محرك البحث علشان تعرف الاتجاهات directions to a place لمكان من الأماكن فأنت بتكتب أنا عايز أروح هاته الفلانية مثلا it will use a database هتستخدم قاعدة البيانات of names and information الخاصة بالأثناء والمعلومات from digital maps الموجودة على الخرائط الرقمية to provide you the results علشان توفر لك المعلومات دي فهن المحرك بتاع البحث استخدم algorithms أو الخوارزميات ويقسم لك الموضوع بشكل بسيط جدا وقال لك في الآخر انت ممكن تروح المكان ده ان انت تمشي على طول ان انت تخش يمين بعدين تخش شمال بعدين تمشي تاني مش عارف ازاي فهنا دي steps او الخطوات اللي هتخليك تقدر تعمل التاسك دي او ان انت توصل للمكان ده فهنا الخوارزميات او algorithms ببساطة شديدة هي series of steps او سلسلة الخطوات تتكس بلين how to do ان انت بتعمل خطوات ان انت بتعرف ان سلسلة من الخطوات ازاي تعمل بها مهمة معينة فانا عايز اقول للكمبيوتر برضو سلسلة من الخطوات او سلسلة من الاوامر علشان يقدي اي مهمة او اي حاجة احنا عايزينها منه فدي الكودنج او البرمجة فاحنا استخدمنا algorithms او في ان احنا نتعامل مع الكمبيوتر بنقول له لو اليوزر او المستخدم اللي قاعد قدامك مسك مثلا الماوس وضغط على صورة معينة علشان يفتحها يفتح له الصورة دي لو هو مثلا كتب على الكيبورد حروف معينة ودس على ازرار معينة اكتب الحروف دي بالشكل ده فدي تعتبر كلها steps او خطوات فهنا algorithms او الخوارزميات ساعدتنا ان احنا نتعامل ازاي مع الكمبيوتر احنا بقى بنكتب له الاوامر دي بشكل اكواد او codes الكودز دي او الاكواد دي زي ما احنا شايفين في الصورة بتبقى سلسلة من الاوامر او الخطوات بتساعد الكمبيوتر يفهم احنا عايزين ايه عايزين ايه في الحالة دي ففي اي لعبة في اي برنامج في اي امر احنا بنديل الكمبيوتر هو بيستخدم algorithms دي ويشوف الاكواد اللي موجودة جواه بتقول له ايه في الحالة دي ويروح منفذ الامر على طول فده اسمه coding او البرمجة او programming ودي شكل الكودز او الاكواد اللي احنا ممكن نكون بنكتبها طبعا فيه لغات كتيرة بممكن نكتب بيها الاكواد دي هنعرفها بعد كده المهم ان احنا نعرف يعني ايه coding او يعني ايه برمجة وازاي بنكتب الاكواد وده شكلها زي ما قلنا من شوية فملخص lesson 6 او principles of coding مبادئ البرمجة بيعرفنا هنا بيقول لنا coding it is writing multiple algorithms to create a program ان انت تكتب خوارزميات متعددة علشان تنشئ برنامج or to create movies او علشان تنشئ افلام games او العاب and animations او رسوم متحركة such as زي مثلا code.org وده موقع من المواقع بيساعدك تكتب الاكواد دي code.org and other programming languages ولغات البرمجة الاخرى ونروح للسون 7 واسمه graphic art او فن ال graphic طبعا ال graphic بصفة عمه هو اي حاجة متعلقة بالصور والرسوم المتحركة والافلام كمان اي حاجة لها دعوة بالصور والالوان بتاعت الصور وجودتها وشكلها ده اسمه graphic انت كمان ممكن عن طريق ال graphic ان انت تصمم صورة من خيالك وترسمها بايدك وتعرضها وتحطها في ملفات مختلفة زي ال word وال excel اللي احنا اتكلمنا عنهم توضح بيها المعلومات او ال data اللي انت كتبها في الملف ده فانا بنتكلم في لسون 7 عن برنامج بسيط موجود في كل اجهزة الكمبيوتر اللي في الدنيا وهو اسمه microsoft paint او برنامج الرسام المايكروسوفت paint او برنامج الرسام ده ممكن نفتحه عن طريق زي ما احنا هشايفين قدامنا كده ندوس على start menu وندور عليه هنلاقيه او ممكن نكتب هنا في search box على طول paint p a i n t هتلاقيه زهر قدامك زي ما انت شايف كده هتروح دايس open هفتح هتلاقيه زهر قدامك دي ده المايكروسوفت paint طبعا دي اسمها tool bar التول بار ده اللي هو فيه الادوات طبعا الادوات زي ما احنا شايفين قدامنا فيه ادوات كتيرة او ممكن ترسم بيها لو دوسنا مثلا على الالم الرصاص ده واخترنا مثلا اللون ده الاحمر وعملنا كده هنلاقي نفسنا بنكتب حاجات باللون الاحمر لو دوسنا على الفورشة دي او البراش دي هتلاقي فيه تحت منها فورش كتير او ممكن نختار اي واحدة منهم وبعدين ندوس مثلا على اللون تاني ونكتب كده هتلاقي مثلا راح اعمل لك كده وكتبت اسمي حسامة هو لو مثلا دوسنا على شكل من الاشكال الهندسية دي مثلا السهم ده او السهم ده او السهم ده وعملنا كده هربتين نعمل اشكال الهندسية مختلفة وقيمة بتاعتها كبيرة جدا عندنا ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده ممكن نعمل كده ممكن نعمل نجمة ستار بلون تاني وهكذا فده اسمه برنامج المايكروسوفت بينت او برنامج الرسام فيه كمان اريزر او استيكا نمسح بيها نعدل نعمل سيف وهنا طبعا ده التول بار زي ما قلنا او شريط الادوات وهنا المينيو بار الشريط اللي فيه المينيوز الفايل والهوم والفيو دي اسمها المينيو بار هنتكلم عنه النهاردة بشكل مبسط وهو بيوضح لنا ازاي المايكروسوفت بينت ده ممكن يساعدنا ان احنا نصمم صور ونحطها ونستخدمها في عرض البيانات فانا بيقول لنا لسون سيفن جرافيك او فن الجرافيك المايكروسوفت بينت او برنامج الرسام او برنامج مشهور بيستخدم بيستخدم في تعديل الصور لكي تشغلوه حسنا تنشئ الرسم الخاص بك أو تشغلوه او ان انت تعديل الصور على الكمبيوتر ازاي نفتح مايكروسوفت بينت Open a Microsoft Paint علشان تفتحوا Start Up Menu هنفتح قيمة Start Up زي ما قلنا Accessories الملحقات Microsoft Paint هتلاقي البرنامج موجود Components of Microsoft Paint المكونات البرنامج It's Upper Part هي في الجزء العلوي من البرنامج اللي هي Toolbar اللي قلنا عليه والMenu Bar طبعاً بيعرفك هنا Toolbar contains the tools هو بيحتوي على الأدوات that are used المستخدمة in designing your drawing في تصميم الرسم بتاعك زي مثلاً oval shape أو الشكل البيضاوي الأشكال اللي هندسية اللي احنا شفناها rectangle straight line and curved line pencil and brush the eraser أو الاستيكا الحاجات الموجودة في Toolbar وعايزك تفتح البرنامج ده أول ما تبقعد قدام الكمبيوتر وتبتدي تجرب كل الحاجات اللي فيه ما تخافش خالص هو برنامج جميل قوي هتقدر تعمل بيه أشكال كتيرة مختلفة كمان المنيو بار it contains many comments بيحتوي على أوامر كتيرة such as opening a new file saving the file بيحتوي على أوامر كتيرة زي أن انت ممكن تفتح ملف جديد تحفظ الملف اللي انت بتستخدمه دلوقتي clothing the program لانت تقفل البرنامج كمان editing colors and images أو ان انت تعدل على الصور والألوان هنا بيعرفنا أن برنامج الورد أو برنامج معالجة الكلمات it also offers graphic tools بيعرض عليك بعض graphic tools أو الأدوات graphic to create graphics إن انت عشان تنشئ شكل أو رسم من الرسومات وبيقول لك click on insert menu bar دوس على insert في المنيو بار to see options أو علشان تشوف علشان تشوف الأوامر دي مش محتاجين إن احنا نحفظ الكلام ده احنا محتاجين نفهم أهم حاجة اللي عايزك تحفظه ممكن تحفظه بسهولة بعد كده لو انت فاهم حل الأسئلة لما نيجي نحل الأسئلة نشوف الأسئلة بتيجي عاملة إزاي والحل بتاعها بيكون عامل إزاي ولو انت فاهم تحفظ الكلام ده بمنتهى لسهولة لكن أهم حاجة دلوقتي إن احنا نكون فاهمين كل كلمة بتتقال وآخر حاجة عندنا lesson 8 وهو creating a powerpoint presentation أو إزاي نعمل ملف نقدم به المعلومات بتاعتنا عن طريق برنامج اسمه powerpoint البرنامج ده برنامج مشهور قوي برضو دي صورة powerpoint زي ما احنا شايفين قدامنا البرنامج ده باختصار بيدينا حاجة اسمها slides أو شرائح لما بنفتحه بيدينا الشرائح دي موجودة مرسوسة ورا بعضها بشكل منتظم وكل شريحة بنتنقل منها على الشريحة التانية أو slide التانية بشكل بيجذاب كده بيخلي الكلمات تتحرك بيخلي الصور تطلع كده وتظهر كأنها كانت مختفية options كتير قوي هو برنامج بنعمل به presentation أو عرض تقديمي للمعلومات بتاعتنا والبرنامج ده فيه مزايا كتير قوي احنا بنتكلم عن البرنامج ده دلوقتي ازاي ان انت ممكن تحط على slides اللي موجودة في البرنامج ده صور كلام مكتوب اصوات حتى رسوم متحركة او فيديوهات صغيرة والبرنامج ده بيخلينا لما نيجي نعرض اي معلومات او اي data قدام اي ناس قدام مجموعة من الناس بيخليهم يبقى منبهرين ومبسوطين ان هما بيسمعونا وبيشوف المعلومات دي لان زي ما قلتلكو هو بيقدم المعلومات بشكل جذاب بيجذب انتباه الناس اللي بتتفرج عليه فهنا الpowerpoint بيقولك to create presentations علشان تعمل العروض تقدمية that include text اللي بتتضمن كلام مكتوب images صور مرسومة او صور متصورة sounds, اصوات, animations, رسوم متحركة and special effects ومؤسرات مختلفة بنستخدم البرنامج ده to create a presentation علشان تنشأ عرض تقديمي او presentation click on the powerpoint icon افتح الpowerpoint اضغط على الايكون بتاعه then click on blank presentation او عرض تقديمي فارغ بعد كده في عندك منيو بار جوى البرنامج ده بتديك multiple tabs او امر كتير قوي contains tools to create your presentation فيها ادوات هتساعدك ان انت تعمل presentation او العرض التقديمي بتاعك طبعا انت بتختار الفيرست سلايد او الشريحة الاولى وتحط عليها النام بتاع البرزنتيشن بتاعتك وبعدين تبتدي تضيف كل شوية سلايد وتحط على كل سلايد منهم نقطة او point انت بتتكلم عنها فهنا بيقولك use the first slide to name the title and subtitle of your presentation لشان تحط اسم البرزنتيشن بتاعتك in the subtitle في العنوان الفارعي you can type your name انت ممكن تكتب اسمك type the information in the text box وكمان تكتب تحت منها الانفرميشن اللي انت بتتكلم عنها to add new slide click on new slide هتلاقي عندك فيه اختيار كده اسمه new slide او شريحة جديدة هتدوس عليها يضيف لك شريحة جديدة على طول بيقولك ما تنساش layout او الهوامش اللي احنا اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت علشان خاطر كل سلايد ما تكونش مكتزة بالمعلومات والكلام فلازم يبقى فيه layout او هامش كده خاصة بحروف كل شريحة بين المحتوى بتاعها وبين الكلام او الصور الموجودة علشان خاطر اللي بيتفرج على عرض يبقى مبسوط ويبقى كمان حاسس ان السلايد بتاعتك مش زحمة وما فيهاش كلام كتير في بيقولك هنا to choose the layout علشان تختار الهوامش سلايد click the layout icon اضغط على الايكون بتاع layout on the home menu في قيمة home بيقولك كمان to add text علشان تضيف نص من النصوص click on the text box اضغط على التكست بوكس فيه عندك في كل سلايد كده مربع ممكن تضغط فيه وتروح كاتب لأي كلام انت عايز تكتبه واهم جزء في lesson 8 هو الحاجات اللي هنقولها دلوقتي يعني ايه animations؟ animations يعني مؤثرات حركية يعني ازاي الكلام او الصور او زي ما قلنا اي حاجة هنعرضها على سلايد بتظهر بشكل حركي كده مش بتظهر وخلاص فهدي اسمها animations ويعني ايه transitions؟ transitions او الانتقالات ازاي كل سلايد؟ وهي بتتنقل للسلايد اللي بعديها بتظهر بتتنقل بشكل جميل وجذاب برضو ده بيبقى فيه شكل من اشكال الانيميشن وده اسمه transitions او انتقالات سلايد الاولى بتختفي والسلايد التانية بتظهر فبالتالي ده اسمه transitions او انتقالات من واحدة من سلايد للتانية الديزاين يعني ايه ديزاين؟ يعني تصميم ازاي الديزاين لازم يكون شكله كويس؟ واخر حاجة سلايد شو او عرض الشرائح اللي احنا بنضعط عليه فبيعرض السلايد لوحدها وراء بعضها بشكل تلقائي فعندك اول حاجة الانيميشن او المؤثرات الحركية دي مؤثرات حركية خاصة بكل شريحة انت بتعرضها على الشاشة الترانزيشن او الانتقالات هو مؤثرات بصرية تستخدم بين كل سلايد والتانية وانت بتتنقل من السلايد للتانية الديزاين او التصميم اختار الخصائص بتاعت التصميم لكل شريحة لازم يكون كل شريحة الخلفية بتاعتها والكالرز بتاعت الكلام المكتوب عليها شكله كويس ومناسب لبعضه واخر حاجة سلايد شو او عرض الشرائح واخر حاجة نتكلم عنها النهاردة رولز تتعرض او تقدم العرض التقديمي العرض التقديمي بتاعك او عن طريق ان انت تضغط على الاختيار اسمه عرض او F5 ده زرار في الكيبورد اللي عدست عليه هيعملك سلايد شو على طول واخر حاجة عايزين نتكلم عنها النهاردة اللي هي لازم بعض القواعد تحطها في دماغك وفي عقلك وانت بتعمل تصميم لأي بريزنتيشن او عرض تقديمي اول حاجة او لازم تتجنب الفقرات والجمل الطويلة علشان المشاهد او اللي بيتفرج على العرض بتاعك ما يملش تاني حاجة بي شور تيوز افونت سايز اند ستايل ذات از ريديبل ريديبل يعني قابل القراية لازم تتأكد ان انت كاتب الخط بفونت سايز بحجم خط وستايل وشكل ريديبل ريديبل نقدر نقراه ما تكتبليش خط بشكل وحش او الحروف صغيرة قوي ما نعرفش نعمل لها ريد فبالتاني لازم تتأكد ان الخط حجمه والنوع بتاعه مناسب لاي حد ممكن يقراه واخر حاجة بيقولك استخدم صور اكتر شوية لو قدرت تستخدمها بدل الكلمات لان طبعا المشاهد بتاع اي بريزنتيشن او اي عرض تقديمي بيستمتع اكتر لما بيشوف امجز او صور اكتر من ان هو يقرأ كلام ده عنيه لان الامجز بتوصل المعلومة بشكل اكبر بتوضح الفكرة بشكل اكبر كمان فبالتالي حاول تستخدم الامجز او الصور بدل الكلام المكتوب ومتى كان متاح كلما امكان يعني وبالتالي نكون انهينا لسون ايت وانهينا معا شرح منهج الانفورميشن اند كوميونيكيشن تكنولوجي الترم التاني الصف الرابع الابتدائي والمرة الجاية ان شاء الله هنحل اسئلة مراجعات نهائية مع بعض اتمنى ان انت تكون استفدت من درس النهاردة لو اعجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان انا سايب لكم اللينك بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع وذائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته